السلام عليكم اخواني ومرحبا بكم في قناة دي لكم استفاهم عان مش حالة دي وانا كنشري من المواقع الاجنبية كعاليكس برايس بانجود وبعض المواقع الاخرى لكن ما كنجر شي فيديو على ذاك شي اللي شريت لكن اليوم اخديت واحد سماعات لاسلكية وعجبوني بزاف وهذا الشيء الجيد باش نتبرتج معكم تجربة ديالي ونوريكم بعض المميزات اللي كتميز بهم هاد السماعات مقارنة مع التمن اللي وعر بزاف وهو 10 دولار اذا اليوم هاد السماعات لاسلكية اللي بغن ندريكم عليهم هما لينوفو البي كارانت فقدي نبدأ معكم من الاول كيفاش تلقوا العلبة لها حتى الاخر حاجة اللي هي كيفاش تكون اكتري هاد السماعات وكيفاش تحكم فيهم في الموسيقى ديالك او الالعاب اللي بغتي تخدمهم بيهم لكن قبل ما نبدأ الشرح لهذا الفيديو ما تنسوش الاشتراك والقناة وتفعيل الجرس باش وصلكم الجديد ديالنا اول باول اذا على بركتي الله اذا اذا هكو العلبة كانت مشحنة في هاد الغلف البلاستيكي من بعد من فتحوا هاد الغلف البلاستيكي كتبلينا العلبة على هاد الشكل يعني لمبالاج جميل جدا كيحفظ لنا هاد المنتوج باش ما يتقاش باش موقع لي انتشي حاجة خلال الشحن ديالو الثلوات ديالنا انا هنحاول نحيض البلاستيك الاولى لدينا العلبة حاول إذن الآن سنحلو العلبة ونشوفو أشكال داخل ونشوفو كيفاش جاي لومبلاش جاي لهاد السمعات إذن كيف كتشوفو هنا عدنا العلبة هنا عدنا سلك ديال الشارج ديال هاد العلبة هادي وهاد الشارج هو عبارة عن سلك تبسي يعني الناس اللي كتخدم بهواتف لينوفو أو هواتف أوبو أو بعض الهواتف الأخرى كشيومي فهادش سماعة هادو فهما تبسي يعني نفس المخرج اللي كتشارجوا به الهواتف ديالكم لكن واحد نصحة إخواني بالنسبة الناس اللي عندهم شاحن رابيد يعني الشاحن اللي كيشحن بسرعة ما كان نصحكمش أنكم تشحنوا به هاد العلبة هادي لأنه تقدر تخسروها لكن بالنسبة الشاحن العادي المهم يكون فيه 5 فولت ويكون عادي فهو غديلق لكم باش تشحنوا هاد العلبة هادي بالنسبة الشارج في اللول من اللي غديديرهم باش يتشارجوا إلا كانوا بدي شارجين غتبلكم واحد البولة حمراء كتشعل وكتطفها من بعد مليكي تشارجر فكتشعل باللون الأخضر فكما كتشوفو العلبة والطريقة متع تصميم ديال هاد العلبة يعني رائعة جداً إذا كيف كتشوفو فاش نحلو سماعات فالحزم ديال هم من أصغر سماعات اللي شتهمانة أو اللي خدمت بيهم وهادي ميزة زوينة وكذلك العلبة ديال هم صغيرة بزاف تقدر تديرها في جيبك وعني وما غديش تحسبها إذا هنايا وباش نكون معاكم صارح فأول حاجة يدرتها أو أنني خدمت بهذا السماعات تقريباً واحد لأسبوع باش حتى إلا قلت شي تقييم ولا شي حاجة لهذه السماعات ما غنكون ش كنكدب عليكم ولا غنكون تنجيب شي حاجة من راسي لهذا غنقول لكم داك شي اللي لقيت في هاد السماعات من خلال تجربة ديالي الشخصية وهنا غتركزوا معايا مزيان أخوتي بنسبة لطريقة تربط هاد السماعات مع الهاتف ديالكم أو أي جهاز آخر فأخصكم تتبعوا معايا مزيان باش ميوقع لكم شو واحد المشكيل لتاع تربط لكم واحد لودن والأودل الأخرى ما غديش تتربط فأول حاجة غديروها إخواني غديتمشيوا للعلبة ديالكم غديتشعلوها من هاد الزر إنفو غدتشعلو بالخضر غدتحلو العلبة غدتاخدو السماعات كل وحدة ديروها فودنيكو عاديوا المرحلة الأخرى أنكم غديتمشيوا للهاتف ديالكم غدتحلو بلوتود فبنسبة لي أنا ديجا ربطتهم يعني إنفو غدتنحل البلوتود في الهاتف غديتتكونيكو أما أنتم في المرة الأولى غيطلع لكم لينوفو البي كارنت وغديتكليكو عليها بوحد ضغطة واحدة وغدتسنو شوية وغدتتربطو بكل سهولة ومن بعد إن شاء الله ما بقيش غدتدروا هذه العملية إنفو غدتحلو العلبة غدتدروا السماعة فودنيكو غدتشعلو البلوتود ديال الهاتف ديالكم غدتتربطو مباشرة أعقلوا عليها الطريقة أخوتي باش ما يوقع لكم شي مشكيل لأنه في حالة أنهم ربطي وحدة بوحدها والخرة ما تتربطتلكش فصعيب عاود تاني باش تتربطو لك خصك تحيد لستوريك ديال هاد لي نوفو من البلوتود عادت عاود طريقة كيف وريدكن إذن إخواني أول حاجة غدين نهضر عليها هو شحال كي ياخدوا هاد السماعات عاد كي يدي الشارجر فبالنسبة لي أنا تقريبا واحد أربعا ديال السواع تال الخمسة إليك أنت كتسمع فيهم الموسيقى ديريكت أما في حالة إليك أنت يديرهم فودنيك وكتشوف مثل إنه الفيسبوك أو إلا كتشوفش حاجة أخرى يعني ماشي كونتيني فتقدر تصدي معك أكثر من هاد الخمسة ديال السواع أما بالنسبة لمدة فشكي تشحنوا فتقريبا نصف ساعة كي يكونوا تشحنوا بالكامل بالنسبة للساعة نتعة البطاريات فكلها أودن فيها 40 ميلي أمبار أما بالنسبة للعلبة اللي كتشحلنا هاد السماعات ففيها 300 ميلي أمبار إذا نبحث العملية بسيطة فعندنا كلها أودن فيها 40 ميلي أمبار يعني 80 ميلي أمبار يعني 80 ميلي أمبار يعني هذه البطارية ستتمكن لنا أننا نشحنوا سماعات ديالنا من ثلاثة حتى الأربعة ديال المرات بكل سهولة والجميل في هذه السماعات هو أنهم مقاومة للماء لا تسمع مقاومة للماء هو أنك ستدخلت عم بهم ولا شيء ولكن مثلا لك أنت تقدير سبور يعني عرقات لك ودنيك ولا شيء فبالنسبة لهذه السماعات فما ستتأثروا بهذا الماء اللي قليل اللي سيقدر يدخل لهم لأنهم يديرون لهم واحد نظامة الحماية أو الوقاية ضد الماء ثم بالنسبة للإصدار البلوتود اللي يخدم فيهم هو الإصدار الخمسة ويمكن لكم تكونكتوهم مع الحاسوب ديالكم يعني الويندوز وكذلك مع الأندرويد وآيفون كذلك يعني جميع الأجهزة الإلكترونية تقدروا تربطوها مع هذه السماعات وهذه ميزة زوينة بثاف أما بالنسبة للطول ديال المسافة مثلا كنت كتتسمع الموسيقى وحطط الهاتف ديالك في واحد البلاصة وبغيتين تدب بلاصة بلاصة أخرى يعني غتبعد الهاتف ديالك اللي مربوط مع هذه السماعات فتقدر توصل تلعشرة مترو ويكون الصوت عادي بحل دير تليفون في جيبك لكن بدون حواجز يعني ما يكونش بزاب ديال البيوتها مثلا وحططها تبعيه ديالك كي صعب أنهم جودة ديالت الصوت تبقى هي هي لكن بالنسبة للوكال إذا كان فيه عشرة مترو وماكيش حواجز بزاب فرا ماكيش مشكل عشرة مترو غادي يكون الصوت رائع جدا بالنسبة للفولتاج كي قلت سابقا أي شارجور خمسة فولت فهو صالح باش أنكم تربطوه مع هادك الكابل اللي جاء في العلبة تبسي وتشارجوا به العلبة ديالكم بكل سهولة بالنسبة للشارج في الأول من اللي غادي تديرهم باش يتشارجوا إلي كانوا بدي شارجين غادي بلكم واحد البولة حمراء كتشعل وكتطفها من بعد من اللي كيتشارج فكتشعل باللون الأخضر وهنايا وبغيت توقف الموسيقى ما عليك سوى الضغط واحد ضغطة خفيفة على هاد المنطقة هذي كتبلكم هنا إنفو كتقسوها وتحطوها على سبعكم فأوتوماتيك مو كيت تحبس الموسيقى كيف كتشوفوا في هذا الفيديو الآن وإلا بغيت يعود تستأنف الموسيقى أو تعود تشغيلها ما عليك سوى الضغطة أخرى وغادي تخدم بكل سهولة أما إلا بغيت تدوز موسيقى الموسيقى ما عليك سوى الضغط جوج ديال الضغطات على الأدن اليمنى أو الأدن اليوسرى وغادي تدوز لك الموسيقى الأخرى بكل سهولة لكن بالنسبة لها الطريقة جتني صعيبة شوية لأنه بشكت بغيت كلك يدفوه فغالبا كتوقف الموسيقى يعني يجب عليكم واحد المجهود تديره باش تبدله من موسيقى الموسيقى جتني صعيبة شوية ولكنتو ما تقدر تجيكم سهلة على حسب الاستعمال ديالكم إذا نتمنى أنني نكون جوبت على جميع الأسئلة أخوتي بالنسبة للرابط غنخليه لكم في وصف هذا الفيديو أي مشكل أو مساعدة بغيت نقدمها لكم في هذا الجانب فما لكم سوى تضعوا التسائل ديالكم في تعاليق دياله الفيديو وإن شاء الله سنجاوب كل واحد أعلى حدة إذا نخد شيكان هذا هو الشرح الفيديو ديال اليوم إذا أعجبكم الفيديو فارتاجيه مع الأصدقاء المهتمين بالمجال وإذا كانت هذه أول زيارة لك للقناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس لكي ترسيكم الجديد ديالنا أول بأول